ان شاء الله اليوم راح ناخذ البارت الثاني من المحاضرة الاولى هذا الجزء راح يعتبر تكميلي للمحاضرة الاولى احنا دناخذ حاليا محاضرات الديجستف سيستم تمام؟ دناخذ الجهاز الهضمي اخذنا بالمحاضرة الاولى شنو هي الاعضاء اللي تكون الديجستف سيستم شنو هي الاورجن اللي تكون الديجستف سيستم وعرفناها بالتفصيل وايضا اخذنا اول اورجن من الديجستف سيستم اللي هو الاورال كافتي او اللي هو تجويف الفم أخذنا بيه؟ أخذنا بيه اللابس الشفايف، أخذنا بيه التانك تمام اللسان، وأخذنا بيه أيضا شنو؟ أخذنا بيه الحليمات الذوقية اللي موجودة على اللسان وقاررنا بياناتها اللي هي أربع أنواع وعرفناها وأيضا أخذنا التاستพدر البراعهم الذوقية كلها هيا أخذناها بالبرت الأول من المحاضرة الأولى اليوم بالبرت الثاني إن شاء الله راح ندرس موضوعين صغيرونات وتخلص محاضرتنا اللي هي التونسلز، اللوزتين السليفاري إغلانس الغدد اللعابية فإذاً بهذا البارت الثاني من المحاضرة شو رح ندرس؟ رح ندرس اللوزتين ورح ندرس الغدد اللعابية حتى شنو يكمل عتكم الأورال كافتي بالمحاضرة الثانية أحنش أخذنا الأورغن الثاني العضو الثاني من الديجاتف سيستم اللي هو الإسوفيقس واخذنا أيضا الأورغن الثالث اللي هو الستومك فلحد الآن كمال عتكم دايجاتف سيستم شنو أعضائه؟ كمال عدكم oral cavity كمال عدكم esophagus و كمال عدكم stomach كمال عدكم الهيستولوجي مالتهم كامل بكل تفاصيله و بكل شي تحتاجوه كطلاب طبية و راح تكون عدكم امتحان بيها ان شاء الله يوم الجمعة ساعة بالتسعة اذا هس راح نبلش بالpart الثاني اللي هو التكميلي للمحاضرة الاولى قلناكم بالبداية راح ناخذ tonsils شنو هي tonsils دكتور تعالوا ويايا خلي نعرف شنو هي tonsils باعوا التونسل هي عبارة عن نسميها بالعربي اللوزتين تمام احنا بالعربي نسميها اللوزتين زين التونسل هي عبارة عن شنو عبارة عن تجمع من انسجة لنفاوية فاذا التونسل بالحقيقة هي تجمع من عقد لنفاوية او اوعية لنفاوية فتكون لتونسل اللوزة زين احنا نسميها التونسل بالعربي او اللوزتين بس هي بالحقيقة بيها اربع انواع تمام التونسل اللوزتين بيها اربع انواع نوع يسمونا الفارنجيال تونسل ما اسمها فارنجيال يعني موين موجودة بالبلعوم تمام تيوبال تونسل تمام وبلا تاين تونسل وkilnual تونسل 4 انو치는 انتو بكتابكم او اغلب جامعات العراق تدرس 3 انواع فقط اللي هي الفارنجيال تونسل تمام والبلتاين تونسل واللنقل تونسل التيوبال تونسل محد يذكرها يذكروها فقط بالتشريح واكو طلاب مرحلة سات ساوي يتخرجون وما يعرفون اكو تونسل اسمها تيوبل تونسل لأن هي أغلب الجامعات تتغلس عليها فأنتو راح تدرسون 3 أنواع من التونسل اللي هي الفارنجيل تونسل بلاتاين تونسل و لينجوال تونسل وخلوا ببالكم أكون نوع رابع اسمه تيوبل تونسل إن شاء الله هتأخذوها بالتشريح بالهيد والنك إن شاء الله تأخذوها إحنا هناك مطالبين كهيستولوجي 3 أنواع فارنجيل تونسل بلاتاين تونسل و لينجوال تونسل شنو المطلوب من عندنا دكتور بيها اللي مطلوب من عندكم تعرفون عن هاي التونسل اللوزتين كل وحدة شقد عددها مثلا الفارينجيال تونسل شكم وحدة البلاتاين تونسل شكم وحدة اللينجول تونسل شكم وحدة تمام كل وحدة شقد عددها وهس رح نسوي بياناتهم مقارنة بالعدد النقطة الثانية بالمقارنة اللازم نعرف كل وحدة وين موقعها بالضبط تمام حتى من اشوف اذا اكو سامعين تونسلايتس التونسوليتس يعني التهاب اللوزتين دائما يصير حالة شائعة بالعراق تمام فحتى نعرف يا لوزة من التهبة من عدها فلازم نعرف نحدد كل لوزة وين موقعها بالضبط فإذا لازم نعرف كل لوزة عن هالعدد اش كم وحدة لازم نعرف موقعها وين بالضبط ولازم نعرف شنو نوع النسيج اللي يغطيها تمام ثلاث شغلات نسوي جدول على كل نوع من التونسول اللي راح ناخدها ونسوي بيناتها مقارنة زين وشنو هي التونسول بالبداية قلنا قلنا هي aggregation of lymphoid tissue تجمع من انسجة لنفاوية راح تكون لي تونسول لوزة زين هاي وين موجودة التونسول موجودة بالأورال كافيتي أو بالأورال فارنكس بالتجوية يعني الفم بمنطقة الأورال فارنكس طبعا انتوا هتاخذون الفارنكس يقسمون الى نيزل فارنكس وأورال فارنكس ولارنجي وفارنكس هتاخذوها بالتفصيل يعني بالاناتومي ما ريد أسبق الأحداث عليكم وحتعرفون شنو معنى أورال فارنكس نيزل فارنكس ولارنجي وفارنكس النيزل فارنكس اللي هي المنطقة ما للبلعوم اللي يصير ورا النوز تمام ورا الخشم الأورال فارنكس المنطقة ما للبلعوم اللي يصير ورا الأورال ورا الفم هاي يسموها أورال فارنكس والمنطقة اللي يسمها لارنجي وفارنكس المنطقة ما للبلعوم اللي يصير ورا اللارنكس ورا الحنجرة هاي يسموها لارنجي وفارنكس زين هاي ما مطلوبة من عدكم هذا الشي اللي مطلوب من عدكم بالتونسل محاضرتنا انه تعرفون الانواع الثلاثة مال التونسل وكل واحدة شقد عددها وموقعها وشنو نوع النسيجل بها فاذن اعيد اعتبروا لحد الاناني هس بلشت المحاضرة اللي مطلوب من عدكم عن التونسل شكم نوع ثلاث انواع كل نوع مطلوب عدكم شقد عددها تمام وشنو نوع النسيجل اللي يغطيها وين موقعها فاذن خلي مبلش فهو هنا قاتب لي lymphoid aggregations lymphoid aggregations يعني التجمعات اللينفاوية اللي شنسميها نسميها التونسل وقاتب لك عندي ثلاثة أنواع palatine tonsil, pharyngeal tonsil و lingual tonsil وهس رح ناخدها بالتفصيل ملونها بالعزرق زين بالبداية خلينا نعرف شنو هي التونسل بالبداية اللوزة أو اللوزتين هي aggregates of lymphoid tissue and lymphoid nodules فإذن هي تجمع من أنزجة لنفاوية ومن عقد لنفاوية وين موجودة؟ موجودة بالoral pharynx تمام شنو الأورال pharynx دكتور؟ الأورال pharynx هذا مو الأورال الجزء ما للبلعوم اللي صير وراه هذا يسمون الأورال pharynx فهي اللوزتين هنا موجودة بهذه الأماكن وقلنش كم منه عندي؟ ثلاثة pharyngeal tonsil, palatine tonsil, lingual tonsil رح نيجي ندرسهم وحدة وحدة أول وحدة البلاتين tonsil قلنش نعرف عليها أول شي عددها فإذن هاي paired ثنين كتبولي فوقها ثنين البلاتين tonsil عددها ثنين وين موجودة باعو؟ قروزين باللاترال وال على الجانب ما للأورال part ما للفarynx خلنشوفها بالصورة حتى نندلها باعو وين مأشري على البلاتين tonsil هاي باللاترال وال بالجدار الجانبي ما للأورال part ما للفarynx تمام؟ يعني بالأورال على اللاترال وال أوف ذا أورال كافتي تمام؟ هنا موجودة هاي البلاتين tonsil شكت عددها ثنين وحدة هنا موجودة وأختها وين موجودة؟ الثانية منها فإذا نجعل عددها البلاتين tonsil ثنين عرفنا عددها وين موجودة؟ موجودة باللاترال وال أوف ذا أورال كافتي عرفنا وين موجودة وعرفنا عددها الشغلة الثالثة لازم نعرف النسي جمالتها النسي جمالتها these tonsils are lined with شلو نوع النسي جمالتها بيش مبطنة؟ stratified sequamous non keratinized epithelium تمام؟ stratified sequamous non keratinized epithelium هذا نوع ال epithelium وين بالبلاتين tonsil عرفنا البلاتين tonsil موقعها وعددها الثنيا وقلنا نوع النسيج بها stratified sequamous non keratinized epithelium ش تحتوي؟ تحتوي على crypt تمام؟ هاي نقطة ايضا نضيفوها بالمقارنة اكو tonsil يعني لوزات تحتوي على crypt واكو لوزات ما تحتوي على crypt هاي البلاتين tonsil تحتوي على crypt دكتور شنو crypt الكريبت يسموها أخاديد باعوا هاي الصورة هاي الصورة كهيستو حتاخذون هاي الأخاديد اللي هيجي الفتحات هاي سموها crypt تمام؟ هاي الفتحات اللي صاير هنا هاي سموها crypt هنا واضحة عادكم هاي هنا مأشر لكم عليها رقم الثنين هاي التونسلر crypt هاي الفتحة اللي صاير متل الاخدود هاي سموها crypt هاي موجودة وين؟ بالبلاتين tonsil فإذن كبلاتين tonsil لخص لياها دكتور بلاتين tonsil تعرف عنها أربع عشياء أول شي عددها اثنيا ثاني شي وين موجودة؟ موجودة على lateral wall of the oral cavity شنو لنسيج مالتها؟ ستراتفايت سكويموس دون كيراتينايز إبيثيليوم ش تحتوي؟ تحتوي على crypt أخاديد تمام؟ بيها numerous crypt عدة أخاديد وهاي connective tissue capsule separate the tonsil from the adjacent tissue واكو نسيج غام راح يفصلها من الانسجل اللي مجاورة لها فاي المعلومة كلاوات الأخيرة ما ريدكم تعرفوها فإذن أربع معلومات موجودة بالصورة الصورة حتى تذكروها موجودة على lateral wall of the oral part of the pharynx على lateral wall of the oral cavity شنو نوع النسيج اللي غطيها؟ ستراتفايت سكويموس نون كيراتينايز إبيثيليوم تمام؟ وش تحتوي؟ تحتوي على crypt خلصنا البلاتاين تونسل الثانية الفرينجيال تونسل شقد عددها؟ single وحدة تمام؟ وين موجودة؟ موجودة بالسوبرير and posterior portion of the pharynx شوفنا ياها دكتور بالصورة باعوا هاي الصورة وين موجودة بالسوبرير هاي الفرينجيال تونسل هنا موجودة بالجزء العلوي والبوستيريار portion الجزء العلوي والبوستيريار والخلفي من الفرينكس تمام؟ فإذن بالسوبرير وبوستيريار وليه وراء يعني فوق وليه وراء هاي الفرينجيال تونسل شقد عددها؟ وحدة فإذن أول شيء عرفنا ماذا قال عددها الفارنجيال تونسل عددها سنجل وحدة هنا صايرة وان موجودة موجودة بالسوبرير تمام فوق وبالبوستيريار بالجزء الخلفي من الفارنكس تمام تمام فاذن سنجل وحدة وان موجودة بالسوبرير عن البوستيريار بورشين هذه الفارنجيال تونسل ناخذ النوع الثالث الفارنجيال توانسل التونسل اللوزكين ليس لسانية تسمعون مثلا شخص يقول لك هذا باي لينجوال مال language يعني يتحدث لغتين تمام أو يتحدث بلساني تمام إنكليزي وعربي أو هكذا فبايلنكول يعني يتحدث لغتين إذا سمعتوا مصطلح بايلنكول يعني يحكي لغتين يعني اللينقول يعني لسان إحنا حتى نوضح الفكرة لينقول يعني لسان فخلينا نشوفها بالصورة هاي اللينقول تونسلوين موجودة باللسان وين على الدورزلстроقي هذا عرفناه الفوق سميناه دورزلстроقي فين؟ بالبستيرير وان ثيرد لي وراء صايرة بالبوستيرير وان ثيرت نحن اللسان مقسمنا إلى أنتيرير تو ثيرت وبوستيرير وان ثيرت ويفصل بياناتهم شي على شكل حرف V سميناه سالكس ترمينالس هاي اللينجوال تونسل وين موجودة موجودة بالبوستيرير وان ثيرت على الدورزل سيرفز اش قد عدد هاي اللينجوال تونسل كومن لا وحدة ولا ثنيا كومن سفر النمبر تمام عرفنا المقارنة بيانات هسل سنعيدها تمام فإذن اللينجوال تونسل شوفوا تونسل جمع وين موجودة موجودة على الدورزل سيرفز of the posterior third of the tank على الدورزل سيرفز ما البوستيرير third of the tank تمام جو قد عددها سفر النمبر تمام شون يكون شكلها سمول بولكس تمام تجمعات صغيرونة تمام شنو نوع النسيج اللي يغطيها ستراتيفايت سيكويموس نان كيراتينايز ابيثيليم يعني نفس النسيج مال البلاتاين تونسل ستراتيفايت سيكويموس نان كيراتينايز ابيثيليم وايضا عدها كريبتز تمام عدها اخاديت تمام تمام وحول هاي الاخاديت شاكو اكو lymphatic nodules germinal centers lymphatic nodules يعني عقد لمفاوية والgerminal center اكو هذا الشي الطوخ اللي راح تشوفونا بالمختبر مختبر الهستو فالشي الطوخ هس راح شوفكم اياه هام بصورة حول lymphatic nodules وين اعدي صورة هنا هذا هذا lymphatic nodules تمام هاي الدوائر كله هاي سموها lymphatic nodules العقد لنفاوية تمام الشي اللي بنصها هذا الابيض او الطوخ هذي يسمونا germinal center تمام هاي وين موجودة lymphatic nodules والgerminal center بالlingual tonsil اللي اش تحتوي تحتوي على كريبتز وين موجودة موجودة على الدورزل سيرفس of the posterior one third of the tongue جيد عددها عددها سفر لان نمبر زين شنو نوع نسي جمالتها دكتور stratified sequamous non keratinized epithelium فملخص كلامي على التونسل تعرفي انواعها تعرف لي مقارنة بأربع نقاط عن كل نوع وأخير شي انت هذي lymphatic nodules والgerminal center قدتلك هتاخذها باللاب ما للهيستو زين خلصنا التونسل هسرا هاي كلها صور خالكم اياها على التونسل الصورة اللي تفيدكم صراحة هي اللي الخارجي اللي انا جبتلكم اياها هاي اللي توضح لكم مواقع التونسل وعددها والتيوبال تونسل خلوها ببايكم هتاخذوها بالاناتومي حتى تسمعون بيها مو مثل الطلاب اللي تتخرجو هي ما تعرف شنو تيوبال تونسل زين عسا رح ندخل على السليفاري قلاند سليفاري قلاند شنو هي السليفاري قلاند الغدد اللعابية تمام خلا شوفكم صورة هاي الصورة هذا الأورال كافتي اكوبي ثلاث غدد لعابية هاي وحدة هنا صائرة يسموها الباروتيد قلاند الغدد النكافية وهنا وحدة يسموها سبمانديبيولار قلاند ما عرف ترجمتها بالعربي صراحة بس هاي لئة المشهورة يصير بها النكاف وهاي فيسموها الغدد النكافية الباروتيد قلاند هاي السبمانديبيولار قلاند وهي السبلينجول قلاند سبلينجول يعني صايرة تحت اللسان اللينجول احنا انتفقنا اللسان سب يعني تحت فهي من اسمها سبلينجول الغدد اللي صايرة تحت اللسان هاي سبمانديبيولار الغدد اللي صايرة تحت الماندبل الماندبل هو العظم اللي يسمونا عظم الفك هذا الفك السفلي هذا العظم يسمونه بالانجليزي الماندبل تمام تمام فإذا أكبر غدية هي تشوفوها بالصور هي الparotid gland على حد هل بالنص الساب منديبولار أصغر وحدة اللي هي الساب لينجول زين هذني غدد تمام هذني لثلاث غدد شنسميه نسميه سليفر ايجلاند أخذنا فكرة عن السليفر ايجلاند خليني يجي نقرأ أول شي شتي يقول there are three major silver gland هناك ثلاث أنواع رئيسية من الغدد اللعابي اللي هي منية when for the oral cavity بالأورال cavity الparotid تمام parotid gland غدد أنه كافية sub mandibular gland يعني اللي صايرة تحت الماندبل sub mandibular يعني تحت الماندبل الماندبل شنو دكتور الماندبل اللي هو عظم الفك السفلي تمام فهي صايرة تحت عظم الفك السفلي منذ المدى تشوفوها هنا صايرة تمام والثالثة sub lingual اللي هي الغدد اللي صايرة تحت اللسان sub lingual اللي هي اسم ثاني سموها sub maxillary تمام هذا اسمها الثاني sub maxillary هسا راح ناخدها بالتفصيل زين silver glands are located outside the oral cavity and convey their secretions into the mouth via large and long execratory ducts هاي النقطة جدا 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 مهمة حتى تعرفون فكرة silver gland الغدد اللعابية الغدد اللعابية من اسمها شرح تفرز لعاب هذا اللعاب وين موجود وين يوصل يوصل للماث هسا احنا اكيد الماث ما لتنرطب حتى protective حماية حتى يساعدنا على ال speech الكلام وحتى الى اخر هي من الفوائد اللي تفيدنا بهاي السلايفة احنا ما داندرس وضعه في السلايفة وضعه في السلايفة تاخذوها بالفيسيولوجي تمام بس احنا داندرس هذا السلايفة اللي دا تفرزها هاي الغدد الباروتيد جلاند والسب منتيبيولور جلاند والسب لنغوال جلاند كلتها تفرز لعاب تمام تفرز السلايفة هذا السلايفة شنون دا يوصل للثم هن هاي الغدد موجودة دا يقول لك وين outside the oral cavity تتقرون ويايا هاي السلايفة اللي 3 موجودة خارج الoral cavity يعني ما موجودة داخل الفم موجودة بالخارج صح بالoral cavity بس من الخارج فإذن convey their secretion شلو راح توصل افرازاتها convey يعني توصل توصل افرازاتها الى الماث عن طريق شنو عن طريق executory ducts قنوات افرازية شا تكون هاي القنوات large شبيرة و long واللي خلي شوفكم اياها بالصورة دا تشوفون هاي البروتد غلانت اكو قنوات طالعة من عدها تتوصلها بالماث ايضا الساب بلينج والغلانت اكو قنوات تتوصلها بالماث وهاي الساب منديبيل والغلانت هاي اكو قنوات تطلع من عدها تتوصلها بالماث فإذن كملخص هذول اللي 3 غدد وين موجودين موجودين outside the oral cavity خارج التجويف مال الفم شون يوصلون اللعاب مالتهم اللي يفرزونه الى الفم عن طريق قنوات افرازية افتهمناها للسالفة زين النقطة الوراها ايش دايقود دايقود The paired parotid gland are the largest ها بالمناسبة ذول الغدد كل واحدة بيرد يعني واحدة مننا وواحدة منك فبيرد يعتبرون البروتد سب منديبيولر هم ثنين والسب لينج والهم ثنين تمام تمام زين زين الاول واحدة البروتد باروتد غلانت تمام البروتد باروتد غلانت اللي هي اللارجست تعتبر تمام البروتد باروتد غلانت تعتبر الارجست مثل ما قلنا وين موجودة anterior and inferior to the external ear حلو فاذا هسا اول واحدة اللي هي البروتد غلانت تمام على دهش قيد باروتد اثنين وين موجودة موجودة انتيريار تمام وانفيريار للاكسترنل اير تمام هاي هي البروتد غلانت اللي تعتبر الارجست وين موجودة انتيريار قدام وانفيريار واسفل من الاكسترنل اير ترى ما احفظها انا اجي اعرفها من الموقع هنا اتخيل انه هاي الاذن هي صايرة قدام الاذن انتيريار وشوية جو الاذن فانتيريار انفيريار to the external ear تمام وهي اللارجست زين الثانية the smaller and also paired هم زوج اللي شنسميها sub mandibular تمام او sub maxillary اسمها الثاني تمام located انفيريار to the mandible من اسمها sub mandibular يعني انفيريار للماندبل جو الماندبل in the floor of the mouth تمام واسمها الثاني انه sub mandibular اسمها sub maxillary glands وهي الصورة توضح لي هاي sub mandibular او sub maxillary glands موجودة وين من اسمها sub mandibular يعني انفيريار to the mandible وين بالfloor of the mouth وتعتبر اصغر smaller اصغر من البروتت اما اصغر وحدة هي sub lingual glands تمام sub lingual glands اللي هي هاي اصغر وحدة بيهن which aggregate of smaller gland located in filler to the tank من اسمها sub lingual يعني تحت lingual تحت الليسان فهن موجودة in filler to the tank فتتشوفون موقعها اقدر اعرفها من اسمها زين silver glands are surrounded by dense connective tissue capsule from which septa subdivide the executory area of the gland into loops and lobules يعني اش دايقول دايقول هاي اللي gland شي حيطها يحيطها connective tissue capsule يحيطها حافظة كابسول يعني حافظة من ال connective tissue من النسيج الضام يقسمها الى loops ولوبيوز فصوص وفصيصات فصيصات يعني فصوص وشي اصغر من الفص يسمونا فصيصات فاذن النقطة الاخيرة مو مهمة صراحة النقطة الاخيرة مو مهمة فبس اول اربع نقاط اللي هنذني والنقطة الخامسة هاي الفوق مهمة نعيدها ع السريع السليفر الجلانج قد علاتها عددها ثلاثة وين موجودة موجودة بالoral cavity اللي تكون large و long زياد اكبر وحدة اللي هي البرد البروتت تمام largest وين موجودة anterior و inferior للاذن الخارجية للإكسترنال الاصغر من عده اللي هي همبرد سب مانديبلر اللي موجودة وين inferior to the mandible أو in the floor of the mouth اسمها الثالثة سب مانديبلر سب مكزيلاري الغدة الثالثة اللي هي اصغر وحدة اللي هي الساب لينج وال موجودة inferior to the tank وخلصنا من عده زياد هسه خلي نكمل المحاضرة مالتنا ونعرف تكملات السليفري غلاند بش داي يقول داي يقول ايج سليفري غلاند اسكم بوست اوف سيليلر سكرتاري يونت كولت اسيناي المفرد مالتي يسمونها اسينص اند نيومرس اكسكرتاري داكتس اي غدة من هذن اللي تلف غدت اريد اعرف من شنو تتكون تتكون من وحدة افرازية تفرز اللعاب سكرتاري يونت نسميها الاسيناي مفردها اسينص تمام وتتكون من داكتس فاإذن تخيلوا هاي البروتاتجلاند اريد اعرف من شونو تتكون تتكون من شغلتين اكسكرتاري يونت وحدة افرازية اللي هي تفرز اللعاب اسميها اوني المولدة اللي هي مثل من المولدة تولد الكهرباء هاي الاسيناي اللي موجودة هنا اللي هي اللي يسموها اكسكرتاري يونت الوحدة الافرازية هي اللي تفرز اللعاب زيان هذا اللعاب ان لم يكن من فرز اين يحتاج يتوصل الى الماوث فى اكو أسين اي و شنوى داكت ويها تمامِ نيو مرس إكسكريتاري داكت فى اي غدِة أي سليفر ايقلان تتكون من شغلتين أسين اي اللي تفرز اللعاب اللي يسموها السكرتر يونت ويها شنوى إكسكريتاري داكت نيو مرس إكسكريتاري داكت قنوات افرازية عديدة زين the secretary unit اللي هي مين يا secretary unit الاسيناي الوحدة اللي تفرز اللعاب شون شكلها تكون سكلايك دايلتيشن وين موجودة؟ بالبكينينج of the first segment of the execratory duct system called the intercalated ducts باعو هاي اول شي secretary units اللي هي من هي الوحدة الافرازية اللي تفرز اللعاب اللي هي اسيناي شون يكون شكلها؟ small seclaiك دايلتيشن خلا شوفكم اياها هاي الاسيناي هاي هي الغدة اللعابية هاي بالتفصيل هنا شون يرسم لك الغدة اللعابية من الشي تتكون تتكون من اسيناي اللي هي هاي اللي تفرز اللعاب الوحدة الافرازية يسموها ex-secretary units والduct والقنوات اللي توصل الافراز الى داخل الماث زين الاسيناي هاي شنوة؟ هاي الاسيناي شدي يقول عليها؟ يقول شكلها شون small وسكلايك دايلتيشن يعني دايلتيشن توسعات مثل ما تشوفوش سكلايك تشبه الباك سك يعني مثل الحقيبة مثل الجنطة شكلها تمام؟ وهي تكون صغيرونة تمام وين موجودة؟ موجودة ببداية الدكت بالفرست سيجمينت أوف داكت خليني رجع نقراها فإذا السيكرتر يونت من يقول السيكرتر يونت شدي يقصد بها؟ الاسيناي اللي هي الوحدة الافرازية اللي تفرز اللعاب شكلها عرفنا small وسكلايك دايلتيشن وين موجودة؟ located at the beginning of the first segment of the execretary duct اللي نسميها الانتركريت الدكت موجودة بالبداية ما الأول جزء من القنوات اللي نسميها الانتركريت الدكت باعوا هاي الاسيناي الاسيناي نفسها أول شي موجودة بصفها أول جزء من الدكت شنسميه؟ سمي انتركريت الدكت فهي موجودة بصف الانتركريت الدكت هاي الاسيناي تمام؟ فاللي مطلوب من عندك بهذا السلايد إنه تعرف إنه الغدى اللعابية بشكل عام من شنو تتكون؟ تتكون من شغلتين شغلة هي اللي تفرز اللعاب الاكسكرتاريونتس الوحدة اللي تفرز اللعاب اللي نسميها أسيناي تمام شون شكل يكون شكلها سك لايك شيب دايريتيشن يعني شكلها يكون شون شكل الجنطة المتوسعة وصغيرونة تمام هاي الأسيناي مفردها أسيناس وشنو موجودوا إياها موجودوا إياها اكسكرتاري داكتس قنوات إفرازية لين هذا اللعاب من ينفرز يحتاج يتوصل إلى الأورال كافتي إلى داخل تجويف الفن فهاي الأكسكرتاري داكت هي اللي راح توصله زين افتهمناها هسه عرفنا إنه السليفر إقلاند متكونة من أسيناي و داكتس زين الأسيناي من شنو متكونة بقعدة تشوفون إحنا دندخل شي بطن شي لأن إحنا دندرس هستولوجي يعني أنسجة دندرس شي بطن شي أول شي أخذنا السليفر إقلاند الغدى اللعابية وقلنا هاي الغدى اللعابية تتكون من جزئين أسيناي و داكت الأسيناي الشي اللي يفرز اللعاب و الدكت الي وص depth في هذا اللعاب اللي يمفرز للماث زين الأسيناي شنو هي الخلايا اللي تكونها فبقعدنا سلايت كامل و ويا تكملة حتى نعرف أنه شنو هي الخلايا اللي تكون السليفر إقلاند أسيناي شنو اللي تكون الأسيناي باع وهي جدا سهلة تشوفون شقة كتابة بس أكو نوعا من الخلايا يكون الأسيناي يأما سيراس أو ميوكاس يأما خلايا تفرزبروتين فنسميها سيراس سل أو خلايا تفرز مخاط فنسميها ميوكس سل فاش دايقول؟ دايقول لك أنه السل that comprise the secretory acini of silvery gland are of two types اللي هي السلس ورميوكس فإذا الخلايا اللي تكون الأسيني هي السلس ورميوكس يعني هاي الأسيني اللي متكون هنا شنو نوع الخلايا بها إذا أسأل؟ بها نوعين شنو سرس وميوكس تمام؟ نوعين من الخلايا خلايا تفرز بروتين فنسميها السرس تمام؟ وخلايا تفرز ميوكس ومخاطفة نسميها ميوكس folders نشوف بها assassins السرسjd بروديوز بروتين ريتش ووتري ميوكس لازج pim tense تمام يعني خلايا مختلطة هي سرس وميوكس بوث تايب of secretion بروديوز بوث تايب of secretion يعني النوع بين السرس والميوكس فإذا كملخص أنه أنا الأسيناء يش كم نوع من الخلايا ألقى بيها؟ ثنين يا أما سرس يا أما ميوكس يا أما ثنيناتهم سوية ميكس تشار سل فإذا ش كم نوع من الخلايا موجودة بالأسيناء؟ ثلاثة سرسل ميوكس سل وميكس تشار سل السرسل تفرز لي protein rich watery secretion يعني إفراز مائي غني بالبروتين الميوكس تفرز الميوكس لزج فيسكوس ميوكس بينما الميكس تشار سل تفرزهم اثنيناتهم بوث تايب of secretion تمام هسا خلينا نجي نعرف شنو شكل السرسل وشنو شكل الميوكس سل السرسل شنو شكلها؟ بيراميدل in shape تمام شكلها بيراميدل تمام ونواتها شون تكون spherical or rounded nuclei تمام والنوات مالتها displaced into the upper or apical region of the cytoplasm يعني باعوا السرسل إذا أقول لك وصف ليها فتقول لي أنه هاي الخلايا أول شيء هاش تفرز تفرز مادة مائية غنية بالبروتين يعني protein rich watery secretion هاي من هي السرسل زين شون يكون شكلها؟ بيراميدل هرمية الشكل شون شكل نواتها؟ spherical or rounded nuclei يعني ما يكون كروية أو مدورة نواتها زين النوات وين رح تكون؟ بالأبر أو بالأبical region of the cytoplasm يعني النوات مالتها رح تكون بالقم مال السيتو بلازم فوق صايرة عكس الميوكس سيل هزا رح نشوف النوات مالتها صايرة بالباس تمام؟ بالقاع تمام؟ فإذن الميوكس سيل خلينا نجيها منعرف صفاتها similar in shape يعني هم شكلها بيراميدل in shape except their cytoplasm is completely filled with light staining باعوا السيتو بلازم مال الميوكس سيل رح يكون متروس بlight staining بصبغة خفيفة يعني بيها granules اللي هي نسميها الميوكس اللي هي تفرز الميوكس قلان ولذلك نوات هاش رح تكون رح تكون base of the cytoplasm بالbase of the cytoplasm فإذن إذا أقول لقارل اللي بين السر السل والميوكس سيل أول شيء السر السل والميوكس سيل ثناناتهم وين موجودين؟ بالأسيناي تمام؟ ثناناتهم موجودين بالأسيناي اللي هي تفرز اللعاب أو تكون اللعاب وهم ذول اللي يكونون اللعاب زين وهو اللعاب إذا يعني تتخيلون انتو بس شوية تخيلوا وياي انو هذا اللعاب اللي موجود بالماث هو عبارة عن شنو عبارة عن ميوكس مخاط وياه بروتين ريتش ووتري سكريشن اللي هو منو يفرزين تفرزين هاي نوعين من الخلايا تمام تمام فشغلة يرادلها شوية تخيلين احنا ده ندخل هنا شي بطن شي اه زيان نجي نرجع نقارن بياناتين السرس والميوكس اوال الشي السرس الش تنتج تنتج بروتين ريتش ووتري سكريشن يعني افراز مائي غني بالبروتين الميوكس تنتج لفسكس الميوكس ميوكس لزج السرس يشون يكون شكلها؟ النقطة الثالثة هاي النواة مالتها السرس ويرح تكون بالابر او بالابكل dudes بينما هاي ويرح تكون النواة مالتها بالايس بالقاع مالي السيت ويرات هاي ثلاث نقاط من المقارنة بين السرس ولميوكس وأنت تكتب لها كمقارنة وهاي الأسئلة اللي تجيك بالامتحان في بعض الثالثة الثالثة ميوكس والسرر السل يتحدثون في ميوكس والسرر السل فالسر السل تتكون الكريساتية أو كاب على الميوكس والسل يعني.. خلّ فهمكم إياها المكست أس إينا هي تتكون من ذ encounterهم الميوكس والسر السل الأكثر الر aesthetics منه هي السائدة الميوكس والسل بينما الغطة مالتها هاي الميوكس السل هي اللي رح يكون السر السل فإذا السر السل رح تكون مثلي الهلال جيك موسيقى الأسيناي مع الميوكسل فنسميها سرس ديمليونس ديمليونس يعني هلالية الشكل تمام تمام إن شاء الله صارت واضحة الفكرة زين هسا رح نحكي عن شيء اسمه تمام دكتور هسا صارت علينا دوخة راجعنا إياها باعوا إحنا هاي الصورة هاي الغدة تخيلوا هاي الغدة بالمجهر الباروتة ديقلاند الغدة إنه كافية تخيلوها هيش نشوفها من شنو تتكون من أسيناي تمام اللي هي الإكسكرتوريونت هاي اللي تفرز للعاب ومن هاي الدكتس اللي توصلها للأورال كافتي تمام هاي الأسيناي شيء خذنا عليها تتكون من أنواع من الخلايا يا أما ميوكسل يا أما السرسل يا أما ميكسشر سل خليط وعرفنا المقارنات بيناتهم زين والدكتس الدكتس هسا رح ناخذها كل السهلة ما بيها كل شيء فبقى شيء أكو شيء هسا رح ناخذه اسمه مايو إبيثيليا سل هاي المايو إبيثيليا سل وظيفتها مو السرس والميوكس سر رح تنتج الميوكس أو البروتين ووتري سيكريشن هاي المايو إبيثيليا سل تحصر تحصر هاي الخلايا اللي موجودة هنا تخيلوا هنا هاي البلأ أحمر تخيلوها مثل الإيد التحصر تمام تخيلوا هاي تشيس الأسيناي تخيلوها تشيس وتخيلوا هاي البلأ أحمر إيد لازمة تشيس وده تحصر التشيس فحتى من تأصر الشيس وين تودي تودي اللعاب اللي موجود هنا بالأسيناي توديه للدكتس حتى يطلع الى الأورال كافتي فيعني عظمة عظمة الخالق على قولة دكتور ناجي وراء كله يعني وراء هذا الكون خالق عظيم يعني اذا شايفيه بالفيسيولوجي دكتور عظيم يعني دكتور ناجي فهو اش داي يقول انه هنا باعه احنا خلي اعيدكم الفكرة يعني فكرة كلش حلوة فلازم تفتهموها انه السلايفة او اللعاب هذا اللي موجود للفم شلون داي وصل خلينا تخيل انه هايا باروت دي قلاند غدنه كافية تمام هايا الغدنه كافية وين موجودة موجودة قدام الأذن تمام قدام هايا الغدنه كافية شون دا توصل افرازاتها الى داخل الورال كافتي الى داخل الموث تخيلوا المسافة زين تخيلناها دكتور اول شي انه هايا الغدنه عرفنا متكونة مشغلتين من جزء افرازي اللي هو هذا شنسميه الاسينار سل الوحدة الافرازية اللي هي الاسيناي تمام ودكتس وقنوات توصلها للأورال كافتي اللي هي هاي القنوات تمام تمام زين الاسيناي نفسها تتكون من انواع من الخلايا اللي تكون اللعاب اللي هي الميوكس سل والسر السل والميكس شر سل هاي الخلايا تلاثتها الميوكس سل والسر السل والميكس شر سل كلية حتفرز لعاب وحدة الميوكس سل حتفرز الميوكس اللزج السر السيل هتفرز شنو هتفرز البروتين البروتين الميكسجر سيل هتفرزهم اثنيناتهم اتكون الافرازات تمام هسه بعد ما اتكون اللعاب يحتاج ينتقل للأورال كافتي شو رح ينتقل عن طريق هذا الدكت زين شوان حيطلع غير يحتاج فاتشي طلعه فالله سبحانه وتعالى خلى هاي المايو ابثيلي السيل وضيفتها يعني تقلصية مثل التعصر تعصر الاسيناي حتى تطلع افرازاتها للدكت حتى توصل للأورال كافتي فاذا المايو ابثيلي السيل هي خلايا مسطحة مثل ما ادنشوفها بالشكل خلايا مسطحة زين سراوينت بوث سرس اند ميوكس اسيناي اذا تشوفونها سراوينت تحيط السرس والميوكس اسيناي تحيط السرس والميوكس اسيناي وايضا حتى تحيط الاول جزء الانيشيال بورشن اول جزء من الدكت سيستم من القنوات زين المايو ابثيلي السيل يعني متفرعب او متشعبه تشوفوها هنا بالصورة او شوان متشعبه خلايا متشعبه تحيط كل الاسيناي الميوكس السل والسرس السل وايضا حتى تحيط الجزء الاول او البداية من هاي الداكت تمام تمام شنو وظيفتها عدها اكس هيبت كونتراكتايل فانكشن تمام عدها كونتراكتايل فانكشن وظيفة عاصرة او وظيفة متقلصة حتى تطلع الافرازات من الاسيناي هاي الخلايا ميوابثيلي السل times يسموها الباسكت سل تمام سموها الباسكت سل ليش؟ لانه متحيط الاسيناي تكون شكل يشبه الباسكت يشبه السلة تمام باسكت سل نسميها الميوابثيلي السل باسكت سل اسموهم مرات اجب وظيفت الباسكت سل فتقولها ووظيفتها contractile function تمام؟ تمام، وين موجودة؟ موجودة between the cell membrane of the secretory cell in the SNI and the surrounding basement membrane فإذاً هذا موقعها واسمها الثاني basket cell ووظيفتها contractile function وتعريفها وتخلص my epithelial cell هسا بعد ما خلصنا الـ SNI راح ندخل على الدكت تتشوفون عديش كم سلايد على الدكت هذا سلايد هذا سلايد وهذا سلايد ثلاث سلايدات تخلص محاضرتنا بس هاي الثلاث سلايدات ما راح أطول بها غير دقيقتين ليش؟ دكتور راح تشربتها علينا؟ لا، ما راح أشربتها عليكم باعوا، الدكت هي عبارة عن قنوات، تمام؟ متفقين عليها فباعش كاتبين هنا، هاي أول ثلاث أسطور كلاوات بس راح أقرأ لكم إياها connective tissue fibers subdivide the silver gland into numerous lobeules in which found the secretory units and their secretory duct يعني يكون connective tissue fibers ألياف من connective tissue من نسيج ضام راح تقسم الغدة اللعابية إلى lobeules إلى فصوص تمام؟ هاي معلومة لا تجيكم ولا شيء بس تعرفون أن الغدة اللعابية منتباعوها هتلقوها هي شيء مقسمة إلى فصوص لتشوفون هاي الخطوط البيضية هاي يسموها lobeules اللي تقسم الفصوص، هذا فص، هذا فص، فتقسمها إلى lobeules معلومة ما بيها كل شيء، هتأخذوها بالعمل يعني وكل شيء ما يجي من عدها كناظري زين، شنو هذا النظام ما للدكت؟ باعوا، أول شيء عندي شيء اسمه intercalated ducts تمام؟ هاي أصغر ducts موجودة بصف الأسيناي، خلينا نرجع على هاي الصورة باعوا هاي الأسيناي، أول شيء بصف هاي أصغر شيء اللي يش تسميها intercalated ducts، تمام؟ هاي أول جزء من القنوات بعدين رح تتكون الإنترالوبular ducts بعدين وراها تكبار لحد ما توصل الأورال كافتي اللي هي المين دكت القناة الرئيسية اللي تصب الأورال كافتي فإذا هس إحنا شخذنا؟ أخذنا أول شيء بالإنترالوبular ducts السرس عن ميوكس أزول الميكسد سكرتري أسيناي باعوا في السرس السل والميوكس السل وحتى الميكسد سل كل يتهاي الأسيناي رح تفرغ الإفرازات ماليت هواين؟ بالإنترالوبular ducts بأول جزء من الدكت اللي هو شو يعتبر هذا؟ الانيشيال عن دا سماليست دكت أول جزء، انيشيال البداعي، أول جزء وسماليست وأصغر جزء، تمام؟ شنو نوع النسيج هذا اللي موجود بالإنترالوبular ducts خلصنا، ما قلتكم تعرفوا لي غير هاي المعلومات إنه أول جزء من القنوات هو إنترالوبular ducts رح تجي هاي الغدد ما الأسيناي اللي هي هاي اللي هنا السرس والميوكس والميكسد سل تفرق هنا، اللي هو هذا أول جزء، اللي صغير هذا نسمي الإنترالوبular ducts بعدها ايش راح يصير؟ هذا فرغت بالإنترالوبular ducts قلنا عرفنا البطانة مالته، اللي هو اللي هو تمام؟ من فرغت الانترالوبular ducts merge to form large striated ducts هاي الانترالوبular ducts همات راح تنجمع مع بعضها شو راح تكون؟ راح تكون شي أكبر نسميه striated ducts، تمام؟ striated ducts شنو نوع النسيج مالته؟ columnar epithelium بعدين، باعوا، إش دايقوا لي هنا؟ عفوا لي هاي الثلاثة أسطر راح نرجع لها فإذا هسة الانترالوبular ducts سوت نجمعت مع بعضها merge يعني اتحدث أو نجمعت شو كونت لي، كونت لي فات شي أكبر سميناها striated ducts شنو نوع النسيج بيها؟ columnar epithelium زين، هاي الانترالوبular ducts بدورها join هم راح تتجمع حتى ش تكون لي؟ حتى تكون لي شي أكبر نسميه انترالوبular ducts، تمام؟ انترالوبular ducts بعدين هاي الانترالوبular ducts ش راح يصير بيها؟ راح تتجمع همات، تكون لي شي أكبر ش نسميه انترلوبular ducts وانترلوبار ducts هذا الانترلوبار ducts والانترلوبular ducts هو يعتبر terminal portion مال يعتبر الجزء النهائي مال ويوصل السلايفة من السريبري جلاند لحد لحد الأورال كافتي وهاي الصورة كلش توضحهم باعوا هاي الصورة أول شي هاي الأسيناي بيها ميوكسسل وسرسل وميكسسل راح تطلع إفرازات هواين؟ الأول جزء اللي هو الانتركاليت الدكت هذا الانتركاليت الدكت ماذا ذاكري هنا المفروض هنا يمذكر بعدين هاي الانترلوبار ducts راح تكون شي أكبر سميه انترلوبار ducts هاي الانترلوبار ducts هتكون شي أكبر اللي هو هناده تشوفونه الانترلوبار ducts هتكون شي أكبر نسميه انترلوبار ducts والانترلوبار ducts هيكون المين دكت اللي تفرغوين؟ بالأورال كافتي تمام؟ هساش ظل إنه ظل إنه قلت لكم هنا ثلاث أسطر ما قرأناهن باعوا شي دايقول دايقول السرسل غدد المصلية اللي تفرز بروتين تمام؟ عدها والديفلوب انتركاليت الدكت وسترييت الدكت بينما اليوم ميوكسل غدد عدها بورلي ديفلوبت انتركاليت الدكت وسرييت الدكت شنو معناتها؟ معناتها انه الغدد اللي تفرز السرسل غلنت تمام؟ أنه مادة بروتينيه او مادة مائيه غنية بالبروتين حيكون، عندها الانتركاليت الدكت وسرييت الدكت متطورة بشكل جيد وโدو ت 피부عجي يوكامل بع optimal في ال infring والتês الميوكسل الانتركاليت الدكت وسرييت الدكت مال يتركالات الدكت ما متطورة بشكل جيد تمام؟ تمام هذي نهاية المحاضرة هنا انا اخر شي داي يقول لكم داي يقول لكم انو الانتر لوبيولار داكت والانتر لوبيولار داكت شبيها شنو نوع النسي جمالتها يا اما يكون سترتيفايد لوكو بويدل او سترتيفايد كولومينار سال تمام تمام ولهنا تخلص محاضرتنا اتوقع قلت لكم 15 او 20 دقيقة ما راح تطول اكثر ااني سويتها اكثر ليش لان صراحة ااني ودائش راح يعني اتخيلت عظمة بالسليفر قلاند فمتحمدت عايدها اكثر من مرة حتى تفتهموها يعني هذا فتشي عظيم انو تعرف تفصيل الجسم بها الطريقة محد تصدقني محد ولا دكتور بالعالم حيفصلك الشرح مثل ما فصلت لك يا انا هسه ان شاء الله وضحت المحاضرة اي سؤال اي استفسار اكتبوه بقناة التليجرام واني راح اجاوبكم عليها وان شاء الله تتكوزون بهاي المحاضرتين الى اللقاء في المحاضرة القادمة